في الوقت ده في منتصف العقد الثاني من القرن العشرين اتكونت جمعية أنصار التمثيل الجمعية دي كانت شريك أصيل في حفلات النادي الأهل الثقافية والفنية وسهمت حفلات النادي في اكتشاف العديد والعديد من النجوم الكبار فيما بعد وكمان شجعت بعض المشاهدين للحفلات على دخول مجال الفن فأصبحوا أيضا نجوم كبار زي الفنان الكبير عميد المسرح العربي يوسف وات أخواتي رحمة الله عليهم كانوا أعضاء في النادي الآلي والنادي الآلي في ذلك الوقت بدأ وهو يجمع الكثيرين من الطبخ المشقفة وكل من هو هاوي أدب أو تمثيل أو شعر إلى آخره وهناك شاهدت لأول مرة ما أزهلني وما حببني للمسرح أكتر شاهدت بعض كبار الهواه اللي استهروا فيما بعد أمثال المرحوم محمد تيمور والمرحوم محمد عبدالرحيم وفكري أبازة وعبدالرحيم أبازة وذوود أصمت كل هؤلاء كانوا يكونوا باقة من الروود وتقيم هذه الحفلات في أيام اللي يحييها النادي الآلي في الليالي السنوية وكان من ضمن نجوم حفلات الأهلي عضو النادي للأهلي وقتها الطالب سليمان نجيب اللي هو الفنان الكبير سليمان نجيب كان طالب بمدرسة الحقوق وعضو بالأهل ومن أعضاء اللجنة الثقافية والفنية مع فكري أبازة سليمان نجيب بدأ حياته قنصل لمصر في اسطنبول ورجع مصر واستهواه العمل الفني لدرجة إنه وصل لإنه يكون رئيس لدار الأوبرا الملكية بعد كده ونلقب البكوية واستمر سليمان نجيب شريك أساسي في حفلات الأهلي الثقافية والفنية ومن النجوم اللي كان لحفلات الأهلي دور كبير في ظهورهم الفنان الكبير نجيب الرحاني بعد ما كان بيحضر حفلات الأهلي ويشوف الفرق المصرحية فيه فقرر الاتجاه للتمثيل وتأسيس فرقة مصرحية وظهر كمان عباس فارس وعبد الوارس عصر وأمينة رزق في الوقت ده ظهر فن جديد اسمه الميوزيكال كوميدي اللي هو فن المونولوج ويعتبر نواه لفن الأوبريت وكانت المونولوجات هي الفقرة الرئيسية في الحفلات كان بيؤديها محمد عبدالقدوس وسليمان نجيب ويوسف وهبي وحسن فاي أعمل فيه بس أعمله إزاي فيه انتقاد فيه الناس بتنتقد الأرافة فقلت منولوج فقرة الأرافة ده نجح نجح كبير ده كنت أقوله في الدواد الكبيرة يعني إحنا ما كانش فيه محل يتقال فيه يعني رمومي كنت أقوله في النادي الأهلي النادي الأهلي كل حفلاته كان بتاعتني أنا الأحييه أنا واللي بيقول منولوجات زيه وتطورت حفلات الأهلي وأصبح يقيم بعد حفلاته في دار الأوبرا الملكية وأصبحت هذه الحفلات من الأحداث الفنية الهامة في الأوساط الثقافية والشعبية وأحيان كتير كان السلطان حسين كامل بيشملها برعايته ويتبرع عشان تكون فيه أحسن صورة فتبرع في إحدى الحفلات بمبلغ أربعين جنيه النادي الأهلي ما كانش مجرد نادي رياضي وباس لا النادي الأهلي كان له دور اجتماعي وثقافي وفني جمع كل أطياف الشعب بين جدرانهم وأصبح قبلة الطلبة والمواصفين والمثقفين والأدباء والفنانين